شهدت حصيلة كورونا اليوم خفاضاً في نسبة الفحوص الإيجابية مقارنةً مع يوم أمس مع بقائها فوق الأربعة ألاف وخمسمائة إصابة فقد سجل الأردن وفاة ستة وعشرين شخصاً من المصابين بالفيروس في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة أربعة ألاف وخمسمائة وأربع وثلاثين ومع إجراء أكثر من تسعة وأربعين ألف فحص مخبري خرجت نسبة الإيجابية منها لتسجلت تسعة وعشرين في المائة مقارنةً مع تسعة وثمانية أعشار في المائة يوم أمس عدد الحالات المؤكدة التي تطلق العلاج في المستشفيات حالياً يصل إلى تسعمائة وإحدى وستين من أصل أربعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وعشر تشكل المجموعة التراكمي للحالات النشطة وعلى صعيد برنامج التطعيم الوطني وصل عدد المسجلين على المنصة إلى نحو أربعة ملايين واربعمائة وثمانية وخمسين ألف شخص وقد تلقى الجرع الأولى من اللقاح أكثر من أربعة ملايين ومائة ألف شخص مقابل نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف شخص تلقوا الجرع الثانية حتى اليوم